بهذه الكلمات عبر أوليفيا جيرو لعب أرسنل عن أسفه لكل المقربين منه عبر صفحته على تويتر وذلك بعد اعترافه بخيانة زوجته معارضة الأزياء سيليا كاي بإحدى غرف الفندق اللي أقيم فيه معسكر فريقه قبل المباراة ضد كريستل بالاس بساعات قليلة وجاء اعتراف لعب منتخب فرنسا بعض الصور والتقرير اللي نشرته صحيف الدسان وأكدت خلاله بأنه جيرو خان زوجته قبل مواجهة كريستل بالاس الأمر اللي دفعه للاعتراف بالحقيقة والاعتذار لزوجته وعائلته وكل المقربين منه وقال عبر تويتر أعتذر لزوجتي ولعائلتي ولزملائي ومدربي وجمهير أرسنل وأرجو أن يتقبل الجميع اعتذاري ويدو أن اللعب الفرنسي وقع بفخ عارضة الأزياء إذ من المتوقع أن تكون هي من نشر الصور والأسبوع الماضي وعقب الخسارة الكبيرة أمام ليفربول بنتيجة 5-1 نشرت أيضا إحدى الصحف الإنجليزية أن شوهد جيرو خارج من أحد الفنادق بساعات الصباح الأولى إذن جيرو يلتحق بقافلة مواطنيه كريم بنزيمة وفرانك ريبيري اللي أيضا تم مشاهدتهم مع فتاة ليل قاصر من عدة أعوام والآن توقع تعليقات لا تعد ولا تحصى تتعلق بقدر الجيرو على التسجيل ترجمة نانسي قنقر